الحياة أنا عايزة أتكلم مع حضراتكم من نهاية حتكلم طبعا عن مباراة سموحة واللي حصل في مباراة سموحة وسوء الأداء وحتكلم عن كل هذه الأمور وحتكلم عن أن عندنا مشاكل كثيرة جدا مشاكل هجومية كثيرة جدا في النحية في لعبة أو في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولكن قبل ما أتكلم عن كل هذه الأمور الحياة إنبارح حصلت ملحمة ما فعلوا مسؤولي النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ومن قبلهم جمهور النادي الأهلي مع جماهير نادي الاتحاد اللي تصابوا مباراة الحقيقة في مباراة كرة السلة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري واللي بنتمنى لهم يا رب الشفاء العاجل تقريبا معظمهم الحمد لله يطلع من المستشفى ويتبقى إسلام إن شاء الله أنطمنكم عليه خلال الأيام القادمة لأنه الحقيقة كل المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري الحج محمد مصلحي وكل أعضاء مجلس دارة النادي الاتحاد والأستاذ العمري فاروق وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا متواجدين مباراة من بعد المباراة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم النهاردة لغاية الساعة 5-6 الصبح مباراة بعد المستشفى رحنا هنا مستشفى 6 أكتوبر العام وبعد كده الحالات الحرجة أو الحالة الحرجة إسلام ومعاتنين كمان راحوا الحقيقة لمستشفى مصر الدولي وكان الدكتور محمد شوقي متواجد مع المصابين علشان يتطمن عليهم وزي ما حضراتكم شايفين الكل دائما ما بيكون متواجد وداعم لإخواتنا في إسكندرية والحج محمد وكل جمهور الإسكندرية أستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان متواجد مبارح النهاردة أيضا كان متواجد الأستاذ خالد مرتجي أمين سندوق النادي الأهلي مع الدكتور محمد شوقي مع الحج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري هذه هي الأخلاق وهذه هي العلاقات الطيبة والوطيدة التي تربط بين مسؤولين الأندية أو مسؤولي الأندية الأستاذ العمري فاروق مبارح الحقيقة ما كانش حد بيجبره أنه هو يكون متواجد في كل هذه الأمور الدكتور محمد شوقي الأستاذ خالد مرتجي الأستاذ محمد سراج كل الأستاذ طارق أندير كل المجموعة اللي كانت متواجدة مع الحج محمد مصلحي ما كانش حد بيقولهم روحوا عملوا كده ولكن العلاقات المحترمة والعلاقات الإنسانية قبل ما تكون العلاقات المحترمة هم حسوا أن ده واجب على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أن هم يكونوا متواجدين في ظهر إخوتهم ويقفوا معاهم ودل حصل الحقيقة مبارح قبل كل دول الحقيقة جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي وقف وقفة مبارح من بعد ما حصل الموضوع ده وحتى الساعات الأولى من الصباح النهاردة أنا شايف الناس على الفيسبوك وبكلم الناس وبتصل بيهم وبتطمن الناس كلها بتتكلم على وكل جمهورنا في النادي الأهلي بيتكلم على إيه؟ يا جماعة أي حد من جمهور النادي الاتحاد عنده مشكلة ومش عارف يرجع اسكندريا ييجي يبات معنا هو ده اللي لازم نلقي الدوق عليه هو ده اللي دايما لازم نحطه أمام حضراتكم لأنه في النهاية المشجعين على فكرة الاتحاد كان متقدم بفرق كبير عن النادي الأهلي في هذه المباراة مش فارق معايا خالص إلا حيحصل فيها هذه المباراة مش فارق معايا المباراة تلغت ولا ما تلغتش أنا فارق معايا البيانين اللي حضراتكم شايفينهم علاقات تاريخية بتربط ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري الحقيقة نادي الاتحاد نازل بيشكر النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على موقفهم المشرف اتجاه مصابي جماهير نادي الاتحاد السكندري يوم جاي منزل النادي الأهلي العلاقات التاريخية التي تربط النادي الأهلي وشقيقه ونادي الاتحاد وجميل اسكندرية أكبر وأعمق من الشكر هذه هي الحقيقة النادي الأهلي دائما يعتز دوما بعلاقاته المميزة مع كل الأندية الشقيقة التي تثمن المبادئ السامية الرياضية وهذا هو الأمر الأندية الشقيقة التي تثمن المبادئ المحترمة ورياضية احنا عمرنا شفنا حاجة وحشة بيحصل المناوشات الطبيعية اللي بتحصل ما بين الجماهير ما بين جمهور الاتحاد وما بين جمهور الأهلي وما بين جمهور الأهلي وجمهور الاتحاد ولكن في النهاية يوم لأنا متأكد مليون في المية ان يوم لأ ما يحصل أي حاجة لحد من جمهور الأهلي في اسكندرية مثلا هتلاقي كل جماهير الاتحاد بتسأل عليه وكل جماهير الاتحاد وقفة في هذا الأمر وقفة معاه في هذا الأمر كلنا كنا سعداء بهذا المنظر كلنا سعداء بالشكل الحضاري اللي تم فيه التقارب والتواصل ما بين مجلس إدارة الناديين وقبل مجلس إدارة الناديين ما بين الجمهورين الجمهورين في الملعب جمهور نادي الاتحاد عايز فريقه يكسب وجمهور نادي الاهلي عايز فريقه يكسب ولكن لما حصلت المصيبة دي ولا المشكلة دي لا جمهور نادي الاهلي راح وشال وعمل وحط وعملوا كل حاجة هذا هو الفارق هذا هو الاحترام هذا هو التاريخ المحترم ما بين الناديين الكابرين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري الحقيقة أنا اللي بشكر كل جماهير النادي الاهلي على وافقتهم امبارح واللي أنا شفته على المواقع التواصل الاجتماعي من امبارح للنهاردة الحقيقة حاجة محترمة جدا حاجة تخليك تبقى سعيد هتكلم دلوقتي عن مباراة صموحة والكلام ده كله ولكن هل من الممكن ان احنا نفوت مثل هذه الامور هل من الممكن ان احنا لما يجي عندنا لان في ناس بتزايد على وجودنا في او كلامنا عن النادي الاهلي هنرجع لهم دلوقتي وحنتكلم عنهم ولكن هذا هو الاحترام المتبادل ما بين الجميع هو ده اللي المفروض يحصل هو ده او هكذا تكون العلاقات ما بين الاندية المحترمة والشقيقة والكبيرة والجماهيرية هو ده اللي احنا عايزينه دايما هو ده اللي احنا نفسنا نوصله فشكرا الحقيقة لكل جمهور النادي الاهلي على الوقفة بتاعت مبارح انا والله اقسم بالله شفت بيوت بتتفتح بيوت بتتفتح هنا في اكتوبر علشان اي حد من جمهور النادي الاتحاد السكنداري عايز حاجة يروح البيوت دي وينام فيها الف الف سلامة على كل جمهور الاتحاد لانه وكل المصابين اللي ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا بالف الف الف سلامة وكلنا في ظهركم وكلنا وقفين معاكم وسعداء جدا 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 ان دايما يظل الاحترام هو اللغة السائدة ما بين الناديين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكنداري على رغم من التنافس الكبير ما بين الناديين في كرة القدم وفي كرة السلة تحديدا ولكن احترام متبادل كل حاجة زي ما قلت لحضراتكم كانت رائعة مبارح ما بعد المصيبة طبعا لانه المصيبة دي عمرها ما هتبقى كويس المصيبة دي دايما حاجة سيئة جدا وحاجة وحشة جدا ايه اللي حصل اعتقد انه هيبقى في لجنة هتتابع هذا الامر من وزارة الشباب ورياضة وايه اللي حصل في هذه الامور علشان نتأكد من كل الامور ولكن الحقيقة شكرا جزيلا لجمهور النادي الاهلي والف والف سلامة لكل جماهير نادي الاتحاد السكندري وان شاء الله انطمن حضراتكم اولا باول على هذا الموضوع